السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندها المروح حاول بداية الإقلاع مالها بطيء وبعدين استقرت وقامت تفترما بها هو إذن الخلل والعطل هو بالمكثف اللي موجود بها لأنه هو المسؤول عن بداية الدوران وعن سرعة الدوران نزلت هذا المكثف مالها الساعة مالته هو 2.5 ميكرو فراد وراح أفحصه بالجهاز بالوفو ميتر أخلي السلكتر هنا على هذا المكان وأبدأ أغير بالرجع إلا أن يطيني قراءة على النال وفراد هذا المكان وأشبك الأسلاك والمكثف هنا ونشوف القراءة مالتش قد القراءة واحد مايكرو فراد إذن إحنا اللي محتاجين هو 2.5 ميكرو فراد والقراءة واحد ونص فراح أختبر وأكون عندي مكثفات راح أفحصه شوفي هل بهم قوي حتى ربطاني المكان هذا المكثف هذا مكثف ثاني هم راح أفحصنه وأشوف القوة مالته إذا أشتغل 2.5 ميكرو فراد أربط المروحة وأفحصه بنفس الطريقة مالة الأوفو ميتر ألطاني 24 نانو فراد 24 نانو أفحصه أيضاً أفحصه أيضاً أفحصه أفحصه 9 ميكرو فراد أفحصه 2.5 ميكرو فراد هذا المكثف هذا المكثف قديم وموجود مراوح بابل القديمة دعنا نرى نرى القراءة أفحصه 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 وهذه البضاعة الزبالة الصيني لا يوجد سنة واحدة كل سنة لازم نبدل مكثفه وهذا القديم العراقي القديم فرح أربط هذه المروحة ومع أن الصيف على أبواب رح أكيد تلاقينا الكثير من المشاكل مع دوران المراوح وهذا العطل الموجود بها هذه طريقة تفحص المكثفات المراوح شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته